مجهز الأقبار من قناة عدن الفضائي أهلا بكم بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هنه فيها بمناسبة اليوم الوطني لبلاده وعبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وباسم أعضاء المجلس عن خالص التهاني وأطيب التبركات بهذه المناسبة الوطنية متمني لفخامته موفور الصحة والسعادة وللعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنمى أدى اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن خالد محفوظ بحاح وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا لبلادنا وفق القرار الجمهوري رقم 20 لسنة 2023 لدى جمهورية مصر العربية وعقب ذلك التقى فخامة الرئيس بسفير بحاح وحثه على الاطلاع بمسؤولياته الكاملة في تمثيل بلادنا كرئيس لبعثتها الدبلوماسية في القاهرة والعمل على رعاية مصالحها وخدمة رعاياها المقيمين والوافدين إلى جمهورية مصر العربية وبما يجسد العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات تسلم فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن أوراق اعتماد سفير جمهورية جنوب أفريقيا غير المقيم وسفير جمهورية بولندا غير المقيم كما تسلم فخامته أوراق اعتماد سفير جمهورية كوريا المقيم وسفيرة المملكة المتحدة المقيمة وسفيرة الجمهورية الفرنسية المقيمة وفي لقاءات منفصلة رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالسفراء الجلد مؤكدا تقديم كافة التسهيلات والدعم لتمثيل بلدانهم وخدمة العلاقات الثنائية على أكمل وجه وشيطا بالمواقف الثابتة للدول الخمس الصديقة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية ووضع فخامته السفراء الجدد أمام تطورات الأوضاع في بلادنا ومستجدات جهود الوساطات السعودية والعمانية استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد المالك في العاصمة المؤقتة عدن سفير كوريا لدى بلادنا دو بونكاي والوفد المرافق له وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز علاقات الصداقة اليمنية الكورية في مختلف المجالات وطلع رئيس الوزراء من السفير الكورية على المشاريع الجاري تنفيذها في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني في محافظتي حظر موت وتعز والتوجهات المستقبلية لإسناد جهود الحكومة في الجوانب التنموية والاستقوى الاقتصادية مستعرضا الإصلاحات الحكومية والدعم الدولي المطلوب لتحسن الخدمات والأوضاع المعيشية وثمن رئيس الوزراء مواقف كوريا الداعمة لبلادنا ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة ودعمها الإنساني والتنموي أعربت بلادنا عن إدانتها الشديدة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جبالها والذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الأبرياء أغلبهم من النساء والأطفال في انتهاك جديد يضاف إلى قمة إذا قائمة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ودعت وزارة الخارجية وشون المتربين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف فوري لإيقاف هذه الجرائم كما جددت بلادنا رفضها التهجير القصري للفلسطينيين خارج وطنهم أو التهديد به والذي يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 جاء ذلك في بيان القاه من دوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله سعدي أمام الدور العاشر الطارئ للجمعية العامة حول فلسطين العربية انتهى الموجز شكرا للمتابعة ودمتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر